السلام عليكم ازايكم يا جماعة النهاردة هناخد تاني ساشن في الكورس التاني وتالت ساشن هيبقوا عن البيو ستاتيستيكس فالنهاردة هنبتدي البيو ستاتيستيكس ايه الـ objectives او اهدفنا في اللكشر دي اول حاجة ان احنا نعرف النومنكليتشر بتاع البيو ستاتيستيكس الجارجون بتاع البيو ستاتيستيكس او المسميات يعني الاشياء في البيو ستاتيستيكس مختلفة عن فعايزين نعرف المسميات دي يعني حاجة عايزين نعرف ازاي ونعمل لها interpretation ونعرف نقرأ والحاجات دي ثالث حاجة كلام كده تقيل وبتوع الستاتيستيكس دايما بيستعملوا الكلام ده عشان يخضونا بس هو بسيط لما نعرف ايه هو وان شاء الله على اخر الساشن هيكون الكلام ده منسبة لنا سهل طيب ليه اصلا احنا عايزين نذاكر بايوستاتيستيكس يعني او نعرف بايوستاتيستيكس ليه الستاتيستيكس اهميتها انها بتستادي الفارياشن الفارياشن اللي هو الاختلاف وكل حاجة في الدنيا هنا حوالينا مختلفة فمثلا اتنين البيام اي بتاعهم عالي وواحد جاله السكر وواحد ما جالوش عايزين نعرف ليه ريسبونس مختلف بين ده وبين ده اتنين بيشربوا سيجار واحد جاله لون كانسر واحد ما جالوش ليه الريسبونس بتاع الناس مختلفة عشان كده بندرس الستاتيستيكس لو كل حاجة كانت زي بعضها ما كانش هيبقى فيه اختلاف وما كانش هيبقى فيه اهمية لان كل حاجة هتبقى شابه بعض فتخيل مثلا مثلا يعني لو مجلس الشعب كان كله اخوان مية في المية منه او كله سلفيين او كله الليبراليين كان الريسبونس بتاع المجلس والاكشنز بتاعته هتبقى معروفة مسبقا يعني مكناش هنعد على التليفزيون ونتفرق تخيلي مثلا لو لو كل المجلس كان شبه فيه رجالة شبه عمر حمزاوي مثلا كل المجلس كان ايه اللي هيحصل ما كناش هنركز مثلا فعشان كده لازم ندرس الاختلاف تاني حاجة مع ان كلنا مختلفين بس the big portion of us بموجودين في ال average موجودين في المتوسط معظم الناس او كتير قوي من الناس والdata اللي حوالينا بتدور حوالين المتوسط المتوسط اللي هو ال mean او ال average وعايزين نعرف ازاي نحسب ال average وhow to describe it تالت حاجة ودي حاجة مهمة بنقولها كتير وهنقولها كتير لسه في ال biostatistics اللي هي to generalize and infer هتديك مثلا عشان تفهمني يعني لو احنا عايزين نعرف كم واحدة ست عندها breast cancer في مصر فالحل الوحيد او الحل الادقة حل يعني ان احنا نخبط على كل واحدة ست في مصر ونسألها عندك breast cancer او ما عندك ايش ولو عايزين نبقى ادقي كمان ناخد من كل واحدة ست في مصر biopsy عشان نعرف كم واحدة ست في مصر عندها breast cancer فالحقيقة ما بنعملش كده يعني this is impossible for practical reasons يعني لكل logistic reasons مش هينفع نعمل كده نخبط على كل بيت عشان نعرف true rates فبنعمل حاجة اسمها بنستعمل حاجة اسمها statistical inference اللي هو نجيب عينة sample معينة بعدد معينة ومواصفات معينة ونعمل عليها statistical tests ومن خلال التست دي نعرف الرقم الحقيقي في whole population او الاقرب رقم للحقيقة فالعملية دي اسمها inferring inferring from a small sample about the whole population بنعرف نعمل generalization من خلال sample عندنا طيب انا حضرت البايوستاتيستيكس من نوتز بتاعتي بس استعنت اكتر حاجة بالكتاب ده اسمه biostatistics the bare essentials هو كتاب قديم شوية لو تاخد بالك اظن فيه طبعا منه سنة 2008 بتالي طبعة 2008 دي فيها sbss اللي بيستعمل statistical softwares يعني لو انت مش عايز تجيب الكتاب ده مش لازم انا شفت انه هو بيتعمل من الصفر خالص وبيفهمك step by step فيه على اللينك دي بتاعت amazon دي كتب تانية في statistics for dummies وفي statistics for stupid people حاجة كده عادي انا مثلا جبت statistics for dummies ده في الاول وما فهمتوش فما تتضيقش يعني لو ما فهمتوش انت كمان ممكن ما تجيبش كتاب خالص وتlog online ولو فيه موضوع معين انت مش فهمه او مش عارفه فيه كتير sources online تغنيك يعني عن الكتب طيب التدي بالnomenclature عايزين نعرف يعني ايه variables variables كلمة لا مش هتخلو من medical paper يعني يعني ايه variable variable هي المتغيرات او اللي هي الحاجات اللي احنا بنعمل عليها study في الstudies بتاعتنا يعني لو احنا we are looking at the relation between smoking and lung cancer smoking ده اسمه variable ولung cancer ده variable تاني الvariables بتتقسمي اما dependent ممكن نقسمها على اساس ان هي اما dependent او non independent dependent يعني حاجة بتعتمد على حاجة independent يعني حاجة بتعتمد على نفسها طيب dependent يعني يعني variable changes in response to exposure or intervention يعني انا عندي variable variable ده هيتغير عشان ال subject بتاعي الشخص في ال study ده اتعرض لحاجة او اخد حاجة يعني مثلا smoking lung cancer lung cancer incidence بتاحها بيتغير في الناس اللي بتشرب وبتزيد وبتقل في الناس اللي ما بتشربش سجير فاصبحت هي lung cancer معتمدة على smoking status فاصبحت هي dependent variable ال independent variable هو intervention بتاعك او exposure اللي هو في الحالة دي هيبقى smoking هو اللي بيغير مش بيتغير اه فده اما حاجة انت اديتها للعيان دواء مثلا او حاجة العيان اتعرض لها زي اه air pollution ناخد مثلا على الموضوع ده اكتر لو انا عايز اعرف relation between metformin and blood sugar levels flips اه فانا عايز اعمل study جبت ناس اديتهم metformin واقست ال blood sugar levels الاسبوع ده واللي بعده واللي بعده عايز اعرف هيقل ولا هيزيد وجبت ناس تانية ما اديتهاش حاجة خالص او اديتها placebo اصبح مين اصبح ال metformin ده هو independent variable واصبح ال blood sugar levels اللي بتتغير نتيجة للماتformin هي dependent variable برضو قلنا relation بين smoking وال lung cancer smoking هي independent variable والdependent بقى lung cancer اللي هي الحاجة اللي احنا مهتمين بها ال blood sugar levels وال lung cancer عايزين نعرف هيزيد هيقل ولا لا فهو ده بقى اسمه dependent variable واحيانا في ال studies بقى اسمه outcome variable ال variable اللي احنا بندور عليه اللي يهمنا امره ال independent variable احيانا بيسموه exposure variable لهو حاجة انت بتديها للعيان ده فبقى اسمه intervention ال investigator ال study subject فبقى اسمه intervention لكن احنا مش نروح ندي للناس مثلا انت جاير ونقول لهم هنشوف هيجيلكوا lung cancer ولا لا او نديهم الكهول ونقول لهم هنشوف هيجيلكوا hepatic cancer ولا لا امس فسعيتها هم we observe them الناس اللي بتدخن we are just observing فالsmoking هنا is not an intervention it's an exposure it's an exposure variable طيب ال variables ممكن تبقى حاجتين كما ممكن تبقى discrete او continuous variable discrete يعني ايه discrete يعني حاجات whole وحاجات that cannot be measured يعني sex مثلا female او male race white black hispanic hair color يا اما شعرك احمر يا اما اسود يا اما اصفر يا اما بني فالحاجات دي cannot be measured مش محطوطة على continuum يعني scale تدريجي وما ينفعش اقسها ومش ارقام طيب ال continuous variables هي ايه هي الحاجات اللي محطوطة على continuous scale وحاجات اقدر اقسها وقدر احسبها زي الweight مثلا الweight ممكن وزنك يبقى 50 51 52 70 72 72 73 فاصبح ده continuous variable الheight نفس الشيء 150 سنتي 152 162 165 فاصبح ده اسمه continuous variable lung cancer لما باقي اسأل حد انت عندك lung cancer ولا لا اما هيقول yes or no عندي lung cancer or I don't have lung cancer فاصبح lung cancer is a discrete variable الblood sugar level بالعكس لما بقيس الblood sugar level ممكن واحد سكره يبقى 120 121 122 140 200 فاصبح الblood sugar level continuous variable طيب الdiscreet في نفسه ممكن اقسمه لحاقتين تانين واحد اسمه categorical واحد اسمه ordinal ايه الفرق بين categorical والordinal الكategorical هو discrete برضو ولكن ما تفرقش الترتيب فيه it's not ordinal ما يفرقش اني ارتبه فالsex male و female مش فرقه خالص لو قلت female and male الblood group a b a b and o مش فرقه خالص انيقول a b و o و b و a فالترتيب في الكategorical variable مش مهم الordinal هو discrete يعني it cannot be measured still ولكن الordinal الترتيب فيه مهم زي stages of breast cancer فيه stage 1 stage 2 stage 3 and stage 4 لازم stage 1 تبقى من stage 2 ولازم stage 2 تبقى من stage 3 وهكذا والارقام دي 1 و 2 و 3 و 4 مش ارقام حقيقية دي it's a symbol يعني stage 1 ده في breast cancer has certain symptoms and signs في العيين و stage 2 فيه برضو signs معينة وانا حطت لها رقم فاهميتها ان هي discrete ولكن وممكن تاخد ارقام ولكن ارقام دي مش حقيقية الابجر score نفس الكلام لازم يكون ordinal بالترتيب فال8 الابجر سكور بتاعه 8 لازم يبقى اقل من البيبي الابجر سكور بتاعه 9 اقل من البيبي الابجر سكور بتاعه 10 ما ينفعش 9 تبقى اكتر من 10 دايما 9 اقل من 10 ودايما 8 اقل من 9 ولكن برضو الارقام دي مش حقيقية فمثلا الابجر سكور 8 ده لي signs معينة في البيبي movement والbreathing والcolor وهكذا التسعة وهكذا العشر طيب هل ممكن variable 1 نعمله categorical ونعمله continuous في نفس الوقت اللي هو interval يعني مثلا لو انا نزلت في الشارع اسأل الناس عن smoking عشان اعرف relation بينها وبين lung cancer فبسأل واحد انت بتدخن ولا ما بتدخنش قال لي انا بدخن بسأل واحد تاني انت بتدخن ولا ما بتدخنش قال لي انا ما بدخنش فهنا اصبح smoking في الحالة دي categorical variable طيب افرد انا غيرت السؤال وانزلت سألت الناس انت بتدخن كم سجارة ساعتها واحد هايقول لي صفر واحد هايقول لي واحد واحد هايقول لي اتنين واحد هايقول لي تلاتة واحد هايقول لي عشرين فاصبح هنا smoking is a continuous or interval variable طيب لونغ cancer ممكن يبقى continuous variable صعب مش ممكن يبقى continuous variable لكن هل ممكن يبقى categorical و ordinal في نفس الوقت لو انا سألت واحدة عندك lung cancer وقال له او ما عندكش yes and no بقى كده categorical ولو انا خدت stages بتاعت lung cancer شفت العينين بتوع lung cancer وقسمتهم على حسب stages بتاعتهم فاصبح lung cancer هنا ordinal variable طيب داني حاجة عندنا how to look at data usually احنا الجداول بتاعت statistics بنحولها لcharts انواع lcharts عندنا bar chart pie chart histogram او frequency polygons هتلاقيهم على الword file هنتعرف عليهم في الكورس عموما بس لو عايز تعرفهم ممكن تخش على الword وتعمل insert shape وتشوف ال shapes بتاعت كل واحد طيب انا هتديك مثال كده عشان نفهم بي ازاي بنحاول الارقام دي لcharts دول اول لما اعلن عن الكورس دي الناس ده احنا انتو يعني اللي قدمت في الكورس وكتبت اساميها في الجدول اللي كنا حاطينه على الجروب فانا الجدول كان كبير اوي في اسمك والجامعة بتاعتك والايميل بتاعك وتاريخ تخرجك فانا كنت عايزة اعرف شوية معلومات يعني عايزة استغلك وعمل عليك شوية statistics فقمت ملخصة الجدول ده انا مثلا جالي سؤال في مخ عايز اعرف الناس اللي بتحضر الكورس بتحضر من انهي جامعة وعددها كام فده الجدول في الاول كان عندنا 111 واحد سجلوا في الكورس طيب كان فيه عشرين منهم في اسكندرية فانا جمعت كل الناس اللي في اسكندرية وحطيت عش عدتهم عشرين في اسكندرية 18 من عين شمس 2 من زق زيق واحد من مصر وعشرة انون في عشرة ما كتبوا ليش هما من انهي جامعة وبعدين قمت عاملة بلوت لل ديتا دي عشان اعمل بيها بارد شارت فاطلع لي حاجة كده فمن البارد شارت بسرعة ممكن نعرف ان اكتر ناس في الكورس كانوا من الاصر العيني ممكن نعرف ان بعديهم على طول يليهم الناس بتوع اسكندرية بعد كده ديت المونوفية فممكن الجراف والبارد شارت بطريقة اسهل تديك معلومات اسرع بدل ما تقعد ما ينفعش انت تقعد توصف تقول اه والله عندنا 27 من مصر من الاصر العيني 23 من اسكندرية ما ينفعش تقعد واحد من سهاج ما ينفعش تقعد توصف الجداول واحد واحد في طريقة انك توصف بيها الجداول بانك تقول اكتر ناس او المتوسط كام هناخد الموضوع ده بعدين بس انا بصيت في البارد شارت دي ما عجبتني اشتاعتها كده مش منظمة في معلومات اسم لاني مش شايفة كويس فعملت حاجة اسمها rank ordering رجعت للجدول بتاعي تاني وقمت منظمة الناس من اقل لا اكتر حد فسوهاج عندنا في واحد في الكورس من سوهاج والقصر العيني عندنا في 27 عملتها بالترتيب وقمت عملة بلوت تاني لبارد شارت تلع شكلها احسن بكتير فعرفت انا كده كل الترتيب بالزبط اول حد لسه اصر العيني هو هو هي مش هتتغير المعلومات بس هقدر اعرف اكتر ازا ازيق هنا ثالث لا اظن دي عين شمس ثالث حد جاي في رقم اربعة بعد كده عندنا خمسة وقال حاجة خالص سوهاج ومصر يونيفرسيتي طيب لو انت قعدت دي ارقام فردية يعني هنا 30 شخص عملنا السكيل افرد كان عندنا في الكورس 1000 ولا 2000 ولا 5000 ولا 100 هل هنقعد نعلى لحد ما فيش اي صفحة هتكفي حتى لو احنا قربنا السكيل دي ما فيش برضو صفحات هتكفي فاذا محتاجين يمكن طريقة تانية اسهل نبريزنت بيها الديتا بتاعتنا ممكن بدل ما نعمل ارقام حد يقولك لا انا هعمل percentages فهنحول الارقام دي بما اننا عندنا total بتاحها لpercentages فيطلع لنا جدوى العامل زي ده وهنا بقت دي percentages وليست ارقام ثردية فدي طريقة من الطرق اللي بنبريزنت بيها الديتا بتاعتنا لو عايزت تعرف ازاي ترسم الbar chart او اي chart تاني خش على اليوتيوب فيديو ده تلاقي حد شارح ازاي ترسم charts طيب عايزين نخش على حاجة تانية اسمها measures of central tenants عايزين قلنا لما بنوصف الديتا بتاعتنا ما بنوصف هاش بالتفصيل وكل واحد في الديتا كان من جامعة ايه واحمد كان من قاهرة ومحمد كان من بنسويف وهدى كانت من قسيوت ومروة كانت من سهاج مش هنقدر يعني مش هنقدر نعمل كده فعايزين measures معينة تلخص لنا الديتا وتدينا معلومات مفيدة في حاجة اسمها measures of central tendency central tendency لو انت عندك bell curve عايزين نعرف البلك بتاعة الديتا فين اكتر ناس في الكورس كانوا جامعة ايه او متوسط عمر الناس في الكورس كان كام البلك اكتر حاجة كانت فين فالmeasures of central tendency دي تلت انواع يا اما هشرح المين المين اللي هو المتوسط فهقول مثلا هنجيب لك مثل السباق بتاع الماراثن مثلا كان فيه خمس عدقين جريوا كل واحد فيهم جري عدد الكيلومتر دي ده جري اتناشر وبعد كده نسحب وده جري عشرة وبعد كده اي حاجة جاله كرامب وده جري تلاتين اهم عليه كده يعني فعايزين نوصف دي نلاقي ماجر يوصف لنا ده بملخص معين نلخص يعني الجدول ده دي حد يجي يقول طيب انا عايز اعرف المين متوسط الكيلومترات اللي اتجارت في السباق ده فالمين اسمه اكس بنرمزه اكس بار الخط الفول اكس ده اسمه بار فالاكس بار بتاعتنا هيبقى جمع كل الكيلومترات ديفايد باي عدد الرنرز فتناشر زائد عشرة زائد تلاتين زائد تمنتاشر زائد تلاتين على خمسة يبقى متوسط الكيلومترات اللي اتجارت كانت عشرين كيلومتر اه في ناس جريت اقل عشرة وفي ناس جريت اكتر تلاتين لكن في المتوسط كانت المسافة عشرين كيلومتر طيب في طريقة تانية نقيد بيها الميدين يعني ايه هو الميدين الميدين هو اللي نص الديتا بتقع تحته ونص الديتا بتقع فوقه بس في شرط قبل معرف الميدين دايما لازم ارتب الديتا في المين ما رتبناش ما عملناش رانك أوردرين للديتا ممكن اجمع دي دي زا دي هي هي نفسها نجمع دي زا دي زا دي لكن في الميدين لازم اعمل رانك أوردرين للديتا من اصغر الاكبر او من اكبر للاصغر فانا هنا اخترت اني اعمل من الاصغر للاكبر 10 12 18 30 30 انا عندي 5 طيب ايه الديتا نص الديتا قبل منه ونص الديتا بعد منه هو الـ 18 فاذا الـ 18 هو الميدين بتاعي طيب في طريقة تانية ايس بيها ها في هي المود المود يعني اكتر ناس او اكتر كيلومترات ايه ايدنتيك احد جريها كان ايه 30 كيلو 30 كيلو في 2 جري 30 كيلو the most frequent value يبقى 30 طيب لو خدت بالك الكيلومترات دي continuous variable ولا categorical variable continuous فاذا احنا كده تعلمنا اننا لو عندي continuous variable ممكن يسلو المجر في central tendency بتلت طرق ياما يسلو المود ياما ياما يسلو ال average او المين طيب افرد انا عندي categorical variable categorical variable زي مثلا data دي دي مثلا ده فصل ده فصل ودي الناس اللي في الفصل ده ودي جنسياتهم جنسية تبقى ايه categorical ولا continuous discrete ولا continuous هتبقى discrete وهتبقى categorical variable طيب نقول متوسط الجنسيات في الفصل كام هل فيه متوسط للجنسية مفيش متوسط للجنسية طيب هل في حاجة اسمها الميديان هل ممكن نرتب الجنسيات بحيث بحيث ان فيه جنسية قبلها يبقى نص الديتا قبلها ونص الديتا بعدها مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة مفيش جنسيات تحت وجنسيات فوق فيبقى الحاجة الوحيدة اللي فضللنا المود categorical variable المasur of central dispersion بتاعه هو المود اني اسأل اكتر جنسية في الفصل كانت ايه ده سؤال زي بالزبط ما قلت اكتر ناس في الكورس جم من جامعة ايه هتقول لي الاصر العيني لان الجامعات بتاعتكم categorical وليست continuous طيب تعالى نشوف الوردنال ديتا الوردنال ديتا برضو لو انا عندي خمس اشخاص دول عندهم بريست كانسر وانا كتبت كل واحدة فيهم فانه ستيج فالست ايه في ستيج ون بريست كانسر سبجيك دي هنا عندها ستيج ثري بريست كانسر هل ممكن اعرف المود اه ممكن اعرف المود هنا كام ستيج ون في ثلاثة عندهم ستيج ون فاذا السامبل دي اكتر حاجة فيها ستيج ون بريست كانسر طيب هل ممكن اعرف المين هل فيه متوسط للستيج بتاعة البريست كانسر لأ مفيش لان الارقام دي مش ارقام حقيقية فاذا لما يبقى عندي order data برضو مقدرش اجيب منها المين طيب لو انا عندي خمس بيبيهات ودي الابجر سكورس بتاعته احيانا الوردن data ممكن اجيب منها الميديان هنشوف ازاي لو انا عندي المين هل اقدر اجيب المين بتاع السكورس دي هل اقدر اقول المين بتاع الابجر سكور 9 plus 8 plus 6 plus 10 plus 9 divided 5 فيطلع لي 8.4 هل فيه ارقام حقيقية الابجر سكور يبقى يبقى 9 ما ينفعش بقى 8.4 ما فيش متوسط للسكور لان الارقام دي مش ارقام حقيقية ومش ارقام انا continuous scale طيب الميديان هل اقدر اجيب الميديان لا اه ممكن اجيب الميديان في الوردن الديتا دي بس على شرط زي ما قلت لازم اعمل rank ordering فهبتدي من الستة واخرص في العشر يبقى ايه الاسكور اللي قبلي اللي نص الديتا قبلي كل الاسكور والاسكور اللي بعدي بتمثل نص الديتا التانية هو طيب هل ممكن اجيب المود اه ممكن اجيب المود اللي هي في الديتا دي تبقى تسعة طيب اكتر جايبينه تسعة لان فيه اتنين جايبين تسعة طيب خد بالك هنا لما جيت اعمل كان سهل قوي اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندي خمس ارقام باخدوا الرقم اللي في النص فخمسة اذا اد نمبر فسهل قوي اخدوا الرقم اللي في النص طيب بفرد جايلي هجيب الميديا بتاعها ازاي واحد تلات اربعة خمسة تمانية تسعة تسعة عشر ايه لو انا خدت انا هي رقم اللي في النص بزبط خمسة لو انا الخمسة هيبقى هنا فيه تلات ارقام قبلها واربع ارقام بعدها احنا الميديا النازم يكون اللي فوق الديتا اللي فوق اد الديتا اللي تحت فما ينفعش اخد الخمسة لو خدت التمانية هيبقى فيه اربع ارقام قبلها وثلات ارقام بعدها اعمل ايه الحل ان انا اخد الرقامين اللي في النص واجيب المتوسط بتاعه وهو هيطلع لي الميديا يعني خمسة زائد تمانية ده ملخص اللي احنا اخدناه لو انت عندك nominal او categorical variable هيبقى الماجر of central tendency فيها المود لو عندك ordinal هيبقى الميديا او المود لو عندك interval هي continuous ممكن تماجر فيها التلاتة المين والميديا والمود لو خدت بالك المين is always with the continuous variables ماينفعش مع discrete variable طيب في حاجة اسمها الماجر of dispersion يعني لو انا اخد بالك دول two sets of data الازرق ده الكيرف الازرق والكيرف الاحمر تاخد بالك ان الكيرفين ليهم نفس المين الاخدر ده هو المين هو ومع ذلك الكيرفين مختلفين فالvalues التانية ديت الكيرف الكيرف الازرق قريبة من المين اما الvalues التانية هنا بعيدة عن المين فلو انت عندك two sets of data عندهم نفس المين ده مش معناه ان هما زي بعض يبقى احنا محتاجين مع اننا وصفنا الماجر of central tendency هنا وطلع لنا two means equal لكن الـ dispersion is different الـ dispersion اللي هو how far or close each value is from the mean او الميدين او المود على حسب المجر of central tendency بتاعك فاحنا عايزين نعرف مش بس البلك بتاع الـ data فين عايزين كمان وصف نعرف بيه الاكستريمز او البريفري بتاع الـ data فين طيب ايه هي هقيس ازاي البريفري بتاع الـ data او الحاجات مش البلك بتاع الـ data هقيس ب three measurements اول حاجة حاجة اسمها range range is the difference between the highest and lowest values لو انت عندك خمسة five runners هم هو نفس المثل وجاري نفس الكيلومتر دي الـ range بتاعك هتجيب اعلى كيلومتر مينس اقل كيلومتر يطلع لك range غالبا انت هتقول range هنا من 10 ل30 range في بايستاتيستيكس رقم واحد وليس رقمين فالrange دايما رقم واحد فانت عشان كده هتسبتراكت اعلى رقم 30 من العشرة يطلع لك range 20 كيلومتر طيب ايه مشكلة range هل هو good measure هو it's not very informative measure غير كده كمان انه ممكن يضللنا شوي ليه لانه it depends on the extreme values وملوش دعوة بالvalues التانية فالهوانا عندي هنا لو runner 5 ده كان جري 100 كيلو مثلا وrunner 1 ده وrunner 2 اللي هو كان اصغر 1 runner 2 ده بدل العشرة جري 2 كيلومتر فاذن بقى range عندي كان 100 minus 2 بقى 98 كيلومتر فلما انا اجي اقولك 98 كيلومتر هتتخيل ان الناس جريت او ناس كتير منهم جريوا حوالين الرقم ده لكن في الحقيقة ان ولا حد حد تقرب يعني اجمد حد جري 30 كيلو فاذن range does not tell me much about the rest of the data and it depends on the periphery فممكن يبوز لو عندي extreme value بعيد قوي هيبوز لي ال data فمش هعرف معلومات كتيرة من range طيب عشان احلنا مشكلة range دي عملنا measure of dispersion تاني اسمه interquartile range interquartile range ده range اتعمل عشان نبعد عن peripheral values او extreme values طيب لو دي عندنا set of data اول حاجة بعملها اني بعمل لها rank ordering زي ما اتفقنا بعد كده باخد الميديان الميديان هنا هو 53 بعد كده ال data تقسمت نصين بالضبط نص تحت الميديان ونص تاني فوق الميديان باخد الميديان بتاع النص الفؤاني وباخد الميديان بتاع النص التحتين يبقى كده انا كايني قسمت ال data 4 اربع الربعين اللي في النص دول هم middle 50% of the data وهم دول interquartile range هلاص اللي هو difference between هنا وهنا طيب ايه فايدته فايدته ان احنا بعدنا عن extremes وانه وصف لي the middle 50% of the data هلاص ليه اسمه quartile لان ال data تقسمت 4 اربعات طيب الحاجة التالتة والاهم حاجة عندنا في ال statistics تقريبا او هنلاقيها كتير قوي هي standard deviation دي يعني standard deviation يعني how far individual values are from the mean how far or near يعني فاحنا عايزين نمجر دي دي one of the measures of this version ازاي نعمل لها ازاي نمجر standard deviation ازاي نمجر كل individual value بيبعد او بيقرب قد ايه من المتوسط هنحسب لها حزبة معينة مش لازم هقوله لك وحنا يعني المثل اللي انا هقوله دلوقتي ده بس عشان التوضيح لكن انت في الحياة مش هتستعمله لان فيه statistical software بتعملك الحاجات دي لو انت عندك مكتب فيه عشر موظفين وعايز تعمل study عايز تعرف الموظفين دول بياخدوا كام coffee break في اليوم فسألت كل واحد فيهم فموظف ده قالك باخد واحد coffee break ده قالك باخد ثلاثة ده قالك باخد اربعة فيه واحد هنا بياخد 18 فلاقيت ان فيه عندك 90 coffee break بتتاخد والمتوسط لو انا عايز اعرف المين هقوم جمع كل ده واسمع على عشرة عدد الموظفين يبقى المين هيبقى 9 coffee breaks ال x دي هي ال value بتاع اي individual value طيب انا عايز اعرف measure of dispersion او standard deviation انا عايز اعرف كل كل واحد من دول بيبعد او بيقرب قد ايه من المين اللي هو 9 احنا قلنا المين هو 9 coffee breaks فالحل ان انا اقوم جايبة كل واحد واعمل minus ا subtract منه المين ف1 minus 9 تبقى minus 8 3 minus 9 تبقى minus 6 4 4 minus 9 تبقى minus 5 وهكذا يطلع للارقام دي هي بتمثل كل رقم بعيد قد ايه عن المتوسط بتاعه جيت اجمعها لقيتها تديني zero لان الجامع بتاع اي dispersion الجامع بتاع dispersion بتاع اي set of numbers حوالين المين هيساوي zero الnegative بيشتب الpositive طيب انا اللي خلي ساوي zero هو الnegative values دي فاحنا عايزين نتخلص من الnegative numbers او نعمل ايه عندنا حلين اما نخليها absolute نشيلها بس مشكلة الstatistations ان هما بيعرفوش يتعاملوا مع absolute numbers دي فلاقوا هما حل تاني قالك احنا بدل ما نشيلها احنا هنعمل لها powering هنضرب ها في نفسها لو ضربت minus 8 في minus 8 تبقى 64 وهكذا فكده هو تخلص من ال negative sign خلاص ولو عمل لها عمل لها division سوري لو عمل لها division بقت 272 لو عمل لها division على ال n n اللي هي numbers هيبقى كده جاب ال deviation ولكن مشكلة ان هو عمل to the power of 2 دي حاجة بنسميها variance فيطلع لك لو انت عملت 272 على على الرقم على ال n اللي هي عندنا 10 الرقم اللي هيطلع لك هيبقى to the power of 2 ده رقم مضروب في نفسه طيب مفيش حاجة اسمها coffee breaks مضروبة في نفسها يعني whatever هيطلع لك رقم ما ينفعش الرقم تقول ده مثلا خمسة coffee breaks to the power of 2 مفيش حاجة اسمها كده فاحنا محتاجين ان احنا بعد ما عملنا square ده ان احنا نشيله فايه الطريقة اللي احنا نشيله بيها هي ان احنا نعمله square root وهو عشان يتخلص من negative value دي عمل to the power of 2 وده small variance لما تعمل لما تعملها لما تجمع كل differences to the power of 2 على كل عدد الناس ده small variance لو لو عملت 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 له square root جبت انت standard deviation standard deviation هي how far is each individual value from the mean ادقيه كل value من دول بيبعد عن المين طيب هناخد examples في الجزء الثاني عن standard division دي هتفهمك هتسهلك الموضوع طيب فاذا عندك لو عايز equation اللي انت المفروض تعرفها equation بتاعت المين x bar عدد كل الvalues على عدد الناس او عدد الديتا والvariance اللي هو S2 S2 هي اللي بنسميها variance والstandard deviation هو S لان احنا عملنا هنا square root طيب بقى هو ايه العلامة دي العلامة دي معناها الجمع ده sum خلاص طيب جوه قوس في ايه كل individual value ومين اس المين تجيبها تعمل لها powering لو جمعت كل ده على ال N هيطلع لك الvariance معلش ممكن الكلام يبقى كل حساب ولكن بعد كده هخليك تعملها بإيدك وهتبقى الموضوع اسهل بكتير طيب عندك دي بقى standard deviation بعد ما عملتلها square root طيب عندنا حاجة لازم نعرف لو انت عندك symmetrical data يعني نص ال values على مين المين والنص التاني على الشمال المين عاملة زي البل curve كده لو انا عايز اقول لك major central tendency هنا بتديني المين بتقوم ايلي طب المين هو المajer of central tendency لو ال data عندي symmetrical والمين ساعتها بيبقى هو median بيبقى هو هو mode طيب هنا البلق بتاعة data موجود فانا ممكن اقول لك المين لكن لو ال data بتاعتك مش symmetrical زي دي لو ال data بتاعتك زي دي asymmetric او skewed ساعتها المين بي 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 بصف لي central tendency do not use the mean فالmean is not the measure of central tendency if the data is asymmetric لي هقول لك لي بس الاول نعرف يعني ايه asymmetric asymmetric يعني اما ال data دي right skewed لي right ولي left على حسب ال tail بتاح لو ال tail على ايدك اليمين بقت right skewed لو ال tail على ايدك الشمال بقت left skewed طيب mostly low values لو احنا تخيلنا ان هنا في الصفر كلما بنبعد كلما الرقم بيبقى اعلى فعندك تحت ال tail هنا ارقام قليلة في you have few high values اما البلق فهو low values relative نسبة الى ان دول high values ولو عندك negatively skewed distribution هيبقى البلق عندك high values وكلما تبعد هنا لو تخيلنا دي zero فهنا بال negative كلما تبعد هنا values اللو عندك بقت قليلة طيب افرد انت ليه ما ينفعش نقيس المين في asymmetric data ليه هقول لك افرد انت عندك sample زي دي مثلا من غير ما تبصش على extreme value ده دلوقتي يبص على ده لو احنا قلنا ان دي مثلا قريبا من انها تبقى normally distributed ودي بتمثل مرتبات الناس في حتة معينة فمثلا ده بياخد 100 جنيه ده بياخد 200 جنيه ده بياخد 150 جنيه ده بياخد 250 جنيه ده بياخد 300 جنيه ف more or less it's مثلا normally distributed لو قلت لك هات لي المين كده بتاعها المين هيطلع somewhere close to all the values هيطلع قريب لو جيت انا حطت لك في الناس دي اللي بتاخد 300 جنيه لو جيت حطت لك واحد بياخد 45000 جنيه وقلت لك احسب لي المين ساعتها لما تيجي تحط 45000 جنيه زائد المين وال200 وال300 جنيه المين بتاعك هيطلع عالي قوي هيطلع عالي قوي بالألاف الجنيهات فتقول لي انت متوسط دخل ولا مرتب الفرد في المكتب ده مثلا 20000 جنيه واقتر واحد فيهم هو كان بياخد اصلا 300 جنيه فاذا الشخص ده اللي خلالي distribution مش symmetric بوز المين فساعتها يبقى احسن ان انا اوصف المود اوصف اكتر ناس بتاخد فلوس كام يعني اقول اكتر مرتب هو 300 جنيه او اوصف الميد وما وصفش المين يبقى اذا لو انت عندك skewed data فيها يبقى المود والميد ما يبقاش المين احنا ناخد break دلوقتي وهنرجع عشان نتكلم اكتر عن normal distribution ونفهم مع بعض اكتر standard deviation والstatistics السلام عليكم